صح؟ عشان يعني انه يبقى مهو تفوض يلا انت كان بحفظوك كيف؟ كان بيهدوليك ولا مثلا بس بيتكلموا معاك كلام حلو؟ دائما رات بيهدولي ومرات يعني بدوني جواز مالية كده عشان اتقدم واتفوض يلا لانه دائما مثلا يعني في اطفال بقم ببولين انت لو دائرنا مثلا نقرأ ولا ننجح تجيب لنا هدية لما اننا ننجح طعب دبقوا كلامه كده ما فح صح لكن هما برضو بكونوا اطفال وانت لازم تحفظوهم يلا كده احكي لي يا احمد لما انت كنت صغير مثلا في الروضة والافتنة والولار تتذكرين محفظوك عشان تكون مرشلة جدا او مثلا جابوا لك هدية قالوا لك يعني انت نجحت وقاموا جابوا لك هدية والله انا ما كنت صغير كنت يعني مريد العربات الحديرة ايوا يلا في الروضة كنت الاول على دفاعتي اما جيت الاول كان اخوي هذا ليه عربية ايوا يولاك العربات الصغيرة ليه ايوا ده برضو نوع من التحفيز لكن برضو يا معيز في بعض الاحيان يعني نحنا ما صح نقوم مثلا دايما نقوم يعني نعوض الاطفال على انه نحنا نقوم نهديلهم صح لانه كده بتبقى يعني في مشكلة انه دايما حيقوموا يقول لك لو مثلا داينا ننجح وينه هديةنا السنة دينا ما جيبتال انا نطحهم يكونوا كبروا على الهدية يلا ممكن نقوم نحفيزهم بحاجة تانية معنويا يارىين لأنه وحيقنا نقوم 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 بحاجة تانية لهم قالذي ايوا يستهدى عشان بعدين يكون مثلا في مستقبل ذاهة كده ايوا ومسلا يقول ياني وانه انجح بلاب حاجهات كده يعني ايوا برضو تحاول من تشعرفها ايوا تعالى انت لو داير تبقى مهندس لازم تقرأ او داير تبقى الديكتور لازم برضو تقرأ طيب عنده يا معيز وغدوةك منه يعني أو مثلا يعني داير تبقى زي منه في الزامر حسيت بأنه هو دائما كان معاشي متفوّغون عجي والله يا أهد لله ولا داير تكون نفسك براك تكون زالة عند الزباط مارك أهو أنت يا أحمد والله أنا غدوتي دائما للإنسان المهندس لأنه دائما بحسبه وإنسان اتهت بحسبه كده متحد دائما أيوه يعني أنت عايزت تبقى مهندسة جدا ربنا يحديك لك من البداية يالله يا معيز كدوريني يعني أحمد قال لي أنه هو محتفظ بمثلا عربية هذالله لما كان صغير يالله أنت مثلا الحاجة المحفوزين اللي بيعشنا أو أخرية أنت محتفظ بها لحد هذالله شي هذا تغديري في الروض شي هذا تغديري في الروض هذا كان أول تحديث له أيوه أهو من ذلك بقيت مدعوة دائما لدوك شهادة ولي بجي دائما تجيب تكون متفوقها جايل أولا بي طوال يعني مثلا في الروض كنت الأول الثاني في سنة أول وثاني أطارت بجيبوا لي عجالات مثل البيت كده أنا أمي وش أيوه طيب يا أنت قلت لنا على سالبيت برضو بوحد دولتا يالله أنت في البيت كده وريني أكثر حاجة مثلا متفوق يعني كده أنا سالبيت بقلك مثلا الحاجة دي لا لا إلا سنادي ما نحنا عارف لها أيوه الكمبيوتر في الكمبيوتر بي تشتغل كيف أيوه طيب أكثر حاجة تشتغل أفرشان ألعاب بخش الند أيوه تعرف تدعمها نعم أيوه أنت يا أحمد أيوه أول من مثلا أنت تكون تحصل حاجة في البيت أقول لك نحنا أبنا كبرنا عدو أحمد بس هو بعرف لها والله أنا يعني أصابك في البلايستيشن دايون أيوه لو مثلا أنت حصل أطار فيه أيوه أعرف كده أيوه مهندس يعني يلا كده يا أحمد يعني في البيت هم بيحسوك على أن مثلا أنت تكون متهد و تكون ناجح متفوق و كده يحاولوا يشجعوك دايما بيحاولوا يشجعوني يقول ليه دايما بزيد للأمر وتزيد في تفوقك دايما أيوه يلا طيب صباح مثلا أنا بزال أول من يقوم يعني يقوم على الشيء للإمتحان دايما بيكون مجلقة وخائف يقوم يجيوه يعني سؤال صعب هو ما يقدر حلو يلا أنا في البيت دورهم بيكون شنا لا أنا في البيت بس بيقول ليه بيقول ليه يعني أدعي ربنا إنه يوفغك ويساعدك في الامتحان أيوه أحمد يا مائز يعني دايما الزورة مفروضة يحافظ على الصلاة وطاحة على تعوات على صلاة وفي وكيته ودروسه في وكيته أيوه أحمد ولما نكون إنه الامتحان يعني بشوف الحاجات لأنا ضعيفة ومشير راجعة أذكر أيوه طيب يا مائز يعني أنت عندك مثلا يعني حب إنه مثلا أنا دار أتعرف على صغة مثلا يكونوا جداد أيوه تغير مثلا من منطقة الإنسلساك فيها أيوه طيب رأيكم شنو يعني في أطفال الولايات دايما بيكونوا لجيزين صح نحنا المفروض نتعرف عليهم أيوه دايما نقول بحاول الفواحب أيوه حتى لو ما قدر تواصل معهم ممكن بالتلفون أيوه حتى لو ما قدر تواصل معهم ممكن بالتلفون طيب نحنا نتعرف على الصلاة جدوة حنا نمشى مع بعض يا صلاة نتابع فضلات أطفال بلادي على الجانب على سلم شكرا